في العهد القديم يبدو الله شديد وظالم هل الله بتاع العهد القديم غير الله في العهد الجديد؟ طبعاً الله واحد لا يتغير وهو أزلي أبدي إحنا اللي بنتغير الأجيال والأخلاق والمبادئ تتغير لكن الله ثابت لا يتغير حكاية أن الله شديد هوافق عليها لكن كلمة ظالم دي وحش قوي الله مش ممكن يكون ظالم لكن ممكن يكون شديد والشديد دي موجودة في العهد القديم وفي العهد الجديد فليه إحنا دايما السؤال ده فعلي متكرر ليه دايما نفكرين في العهد القديم كان شديد وفي العهد الجديد مش شديد طبعاً هو في العهد الجديد وقف وابخ كتب الفرسيين وقال لهم ويلات وطرد الباعة من الهيكة اليوم حد الزعف وقصة حنانيا وسفيرة موجودة في العهد الجديد في العهد القديم سيدنا لما بنشوف أنه مثلاً ربنا بيسمح أنه بحروب بأنه يبقى فيه زي الدربات العش عشاني خرج بني إسرائيل طفان ينزل يبيد الأرض كلها سدوم معمورة تتحرق بنار وكابريت فالموضوع والأحداث جمده لدرجة إيدي رب إزاي كده يعني شوفها أنها أقوية ماشي أكملك يعني أنا برضو بقول عايزين السورة تبقى متوازنة زي ما هو في العهد القديم كان شديد وأنا هفصل الشدة دي هو أيضاً مازال شديد مع الخاطئ والمعاند والإنسان الشرير واللي بيأزل آخرين فقلت بعض المواقف زي الويلات وزي حنانيا وسفيرة وزي سيمون الساحر سفر الرؤية فيه حاجات مرعبة بتبين انقضاء الله ويقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل تسالونيكي إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقاً وبعدين يقول معلمنا بولس بردو في رسالة روميا هو دا لطف الله وصرامته أما الصرامة فعلى الذين ساقتوا أما اللطف فلك أنت إن ثبتت في اللطف إلا أنت أيضاً فسأتقطع سيد المسيح في كلامه الجميل عن أنا الكرمة وأنتم الأغصان قال كل الغصن اللي يصنع صمر يقطع ويلقى في النار فالله مش بتغيي اللي لا يتغيي في نفس الوقت إذا كان الله شديد كده هو أيضاً أب حنين عهد قديم وعهد جديد في العهد القديم كان حنين واضحة في أنه بيفتقد آدم حتى بعد غلطته يقوله أين أنت يا آدم بعدين أنت ليه استخبيت وأنت أكلت من الشجرة بعدين يتقال أول وعد نسل المرء أصحك رأس الحية إذا الله يحن على شعبه قيّن اللي ربنا عارف أن هيئة الهبيه اللي راح قال له فيه خطيرة رابدة عند البيت تقدر تسود عليها وبعدين كلام الله مع أخ نوخ مع نوح أنه هو ينقزه من الشر الحواليه مع لوط اللي أنقزه من الشر مع شعبه اللي عاله في البريه أربعين سنة يأكلهم ويشربهم يدلعهم ويحملهم كما على أجناحة النصور ولما فيه نصوص كتير في العهد الأقديم تبين حنية ربنا وبواته وأمومته على الأيد تحملين وعلى ركب تدللون فالله قوي وحازم وحنين زي أي أب في البيت لازم يكون في السفات دي أب يحتضن أولاده لكن لما يغلطه ويشقط فيهم فالله لا يتغير حكاية بقى العقوبات والتوفان وسدوم عمورة والحاجات دي بتدين أن الله يكره الشر يكره الخطيئة مش يكره البشر وبيقتص ضد الناس الظلمة لأن أنت لو حد ظلمك وتروح تشتكي للدولة البوليس ولا النيابة ولا القضاء ومن صفكش تبقى مأهورة فإحنا إلهنا قوي بيقول أنا اللي يظلم أخوه أنا هنتقم طب والمظلوم أنا أعوضه طب طب عليه فهو فيه حاجتين الله قوي وحازم وشديد وفي نفس الوقت أب وحنون ويرعه طب طب أنا اللي بحدد ربنا إيه بالنسبالي إذا كنت إنسان شرير أخذ على دماغي إذا كنت إنسان كويس هتمتع بأبوة الله يمكن السؤال سيدينا عشان اللي حطوا مسمى لله في العهد القديم تحت إله الدماء يعني من كتر الحروب دي غلط أو بالضبط فإحنا عشان صحيح الله أب حنون من البداية للنهاية بس كمان فيه نقطة تانية أكمل بها الإجابة دي إن البشرية يعتبرها إنسان كل البشرية إنسان بينمو ففي العهد القديم كان في مرحلة الطفولة اللي هي فيها الأب بيشخط وينطر ويقدب ويربي عهد جديد مرحلة النضج البشرية بقت ناضجة بسبب تجسد ابن الله وبقى واحد مننا فأصبح التفاهم بقى يعني عشان كنت لحظي أسلوب التخاطف في العهد القديم وصاية لتقتل لتزني لتسرك لتشهد بالزول لا 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 العهد الجديد أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكه كما حق للدعوة التي دعيتم لها في فرق بين أنت بتربي بنتك ويا طفلة ويا داتي أنيسة فطولك وبتتكلم معها كصديقة لكن لو غلطتها تتكلم معها بشدة يعني الشدة مع الحنية دايما سواء أن هي طفلة أو هي كبيرة فده اللي بيفسر تصرفات الله مع البشر الله لا يتغير لكن إحنا اللي بننمو إحنا اللي بننضج خبرة الأجيال اللي بتتراكم بتخلي ناس فهم قصد الله أكتر ما كان في البداية مش فهم حاجة والواحد على حسب يعني في حالات كده ببقى متأكد من حنيت ربنا أقول ده أكيد هيئبني ربنا أنا ما هونش على ربنا فزي من يفتك قلت حسب إحساسي وتعاملاتي أنا مع الله بالزرط وخبرتي أشوفه إزاي وحسب تفاعلي يعني فيه إنسان يقولك الله ناين فبالتالي يسوق في الخطيئة ربنا رح أرس ويدنا يستهين وفيه إنسان تاني عارف أن الله أحنا ينفي قدم توبة وهو متطمن ربنا هيئبني صحيح وربنا بيعرف قلبي ده وقلبي ده يعني فحص القلوب لك تغيبني ما